السلام عليكم طلاب وياكم علي حسين فارغ طب تكون في مرحلة خامسة هذا الفيديو شباب راح ناخد تكملة المحاضرة السابقة راح ناخد موضوع renal replacement therapy راح نقسمنا لكم يا راح موضوع على يعني قسمنا هذه المحاضرة على جزء 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 الأول خذنا بيكون كني جزيز هذا الجزء راح ناخد بإنشار renal replacement therapy زين جيد أول شي شلم على كلمة renal replacement therapy هذه معناها أنه أنا من توصل كدني الكلمة ما هي وظيفة الكلية؟ وظيفتها تصفية الدم من الشراب وكوة الوضعف ثانية أهم شي هي تصفية الدم من الشراب ما تكون كدني مراتنا غير قادة على أنه تقوم بهاي الوظيفة لازم نشوف الشيء replacement فالشيء بديل له زين بس هذا renal replacement therapy يمكن هو مثلا جهاز نحطه مثلا جهاز يسوي نفلترش مدالي كدني أو لا ممكن احنا أصلا نجيب كدني من شخص هاي نزعها إلى هذا الشخص فهذا نحتاجها من تكون native renal function decline يعني من ورافك اللي يتسقل إلى مستوى شنو إلى مستوى تكون الحياة بغير شنو يعني غير ممكن زين جيد خصوص يعني يقول في الغالب من يكون GF على أقل من 10 يعني رح تكون شنو يعني من لو وصلت GF على أقل من 10 خلاص هنا أنا فقط يعني إذا بقى الإنسان عايش ممكن يعني أو إذا بقينا ما على أجداء ممكن شنو يعني ما رح يقدر عايش بسبب شنو add the decline renal function زين طبعا normal GF هو من 100 إلى 120 قلنا زين شنو شنو إدكيشن ما إداءة للأساس شباب هاي إدكيشن ما إداءة للأي حروف العلة الإنجليزية الأيقلنا 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 مثلا الأيقلنا التوكسيكيشن تمام يعني التوكسيك سوربستانس من جمعة زين الأو يعني yuromic syndrome يعني yuromic symptoms اللي حدناها الفيديو السابق وعرفنا شنو إيزين فهي هي وهذه أوكي البلك أعداء تسميحين أحدهمين yuromic symptoms أوكي fluid over-u الهابراكريمية أهنم عباحات الشعر هسألين باسم الثرب يقلنا یعنما جيكون غسيل ي أن تبدلك الغذين الدياليسيز عن طريق الدم يعني اكونوه يسموه continuous ambulatory peritoneal dialysis هذا الشنو عن طريق البلتونيال الممبرين هسا نشوفه بعد شبه يزيل هنا التانسي بلانتيشن ياما احنا ناخد الكرية من شخص عارش يسموه living related او يكون شنو من شخص ميت يسموه كدفر تمام هاي بها نوع زيب نشوف الهيمو ديلس شبه شن يحتاج الهيمو ديلس شوفه احنا حتنسوي غسيل الكرية ما لازم اول شي يعدي الهيمو الهيمو ديلس المشين اللي هاي 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 شغل ادي شغل الثاني عدي الartificial kidney شين اللي هاي يخصب الartificial kidney هي هاي نفسها بها في المكان يقوم بالتصفيم على البلد اللي هو مثلا هادا هنانا يكون موجود شين نسمي الartificial kidney اوكي العفو هنانا زيب نسمي الartificial kidney زيب بعض highly purified water شين هادا الووتر يسموه idealizate رح نحن نحكي عنه بعد شوية هادا حينصري تصفية الفلود عن طريقه زين يعني تصفية البلد اللي راح يجينا زين للجهاز اوكي نحتاجه نطب للبلد فاكيد لازم نسوه فا الاسكول الاسكسس نشوفه شلون ونطب باشين نعطي نطب ادوية تمنع التخذ خنشوف الشيس بشوف احنا سري نسوي قلنا يعني عدنا ماشين وهي اشياء خننجي عن الاسكول الاسكول الاسكسس شوفوا الاسكول الاسكسس نشوفه شباب احنا عدنا اورثوري الطبيعةي هي كمية على الدم بطير لεν مثل اورثوري اترا ستكون قويه وسريحة اح毫تين كميه الدم فلنحتاج كمية دم كبيرة هاي كمية دم كبيرة شو نحققها نحققها عن طريق يكون عدي يكون عدي فين و يكون عدي أرتري هذا اللي سوف نحصل به في الشيء اسمه فاستجولة يعني راح أربط هذا الأرتري بهذا الفاستجولة هاي رابطة بناتنشي سموه يسموها فاستجولة و يسموها أرتري عمود شنو؟ عمود نحصل كمية بلد تكون شبيرة راح تطلع لي و تبشي لي خلال خلال الكاثتر اللي يروح بعدين للجهاز سوف يشوف شوف هاي شنو هنا هذا واحد من عدة جاي يسحب دم يسحب دم يروح الموين يروح للجهاز يروح للجهاز يسوي تصفية زين نتبع نشوف هذا هنا جاي ينصب زين خلاص تصفية تمام عن طريقة هذا الجهاز يجي الدم يطلع من هنا يطلع وين هاي يرجع هذا الدم المصرفة طبعا راح يرجع يصب وين يرجع يعني يطب بالجسم عن طريقها من نفس الشي بالفستولار راح يطب ايضا هذا الجسم الكاثتر اللي حطونا زين جيد يعني اذا خلال هاي الفستولار راح يكون عدي 2 كاثترز زين كاثتر طالع وكاثتر داخل زين رقزوية الطالع هذا اللي راح يسحب الدم والخارج راح يرجع الدم المصرفة زين جيد السهل شنو هذي هذي مرات يساومون في الشي يعني اسم سيفيلانس هاي موينكم يعني طبعا مطلوبة معتكم هاي الصورة ايضا نعرفوها فقط راقزونا على هاي شوف هاي الارتجار فينس فستولار وشون نسووها تمام عن طريق رابط الريدي الارتري بيشينو بالسيفال كيفين هذا الريدي الارتري وهذا السيفال كيفين رابطوه نسوين هاي في فستولار هاي شوف هاي شون الدم يطلع من هنا واكو واحدة ثانية راح يجيب الدم هاي مريض نفس الشي زين جايز شباب خلينا نحكي لكم شوية عن الفلود احنا مو قلنا عدنا نحتاج ومطلنا احتياجات مراتنا قلنا نحتاج فلود يكون هاي اللي بوريفايت شوف هوا شون راح تكون العالية من عمان هذا الغسيلي كله شون راح يحصل الغسيلي كله راح يجي هذا الدم على المريض من النون هذا هنا نفس الشي اسمه الدياليزيت هذا الدياليزيت حاطين فلود هنان يشبه يعني تركيب النورمال سير مبلازمة بحالة الطبيعية زيان جيد فسا هذا الدياليزيت اجاني من انا كله سموه ليش لان لان كده ماتنا ما جاي تشتغل فما جاي ساعد رصفية زيان جيد راح يجي هذا الدياليزيت احتبروا لي هذا مثل الممبرين يعني هذا جاي ساعد الممشي خلال هذا خلال هذا يوتيوب هذا بيه في اتحاط عجوانب راح يطلع راح تطلع المواد اللي سامة للخارج تمام وتبقى تمشي 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 وممكن ان نضيف مواد ممكن مثلا اكل شيء نحتاجها نضيفها من هنا ونطلع هذا هنا اللي راح يروح للمريض يكون المصفى جيد السالفة شون جاي يصير احنا ممكن هذا الفلود بيه تركيز تكون طبيعية هذا بيه تركيز عالي فرح يصير بناتين اكل برم يعني شنو يعني هذا هنان مثلا هنقول انا عدي هنان تركيز بوتاسيوم كل شعال لان كدني ما جاي تقدر يعني طلع البوتاسيوم وهنان تركيز بوتاسيوم هنقول اقل من عدة طبيعي وهذه هي يعني فهد اساس شغل العفو الدياليسيس انطيق هاي الميكانيكية نفس راح يشتغل الباقي يعني نفس هن نفس الخطوات راح ينقادل مثلا على اي اي ايون او اي ماد تبشي بالدم اوك ازين ممتاز شباب تمام طبعا كده مثل ما تعرفون الريدوبرتسة ما راح يصير به انتصفية ما راح يعبر نخلها رغشاء تمام مثل حال حال الكلومير الممبراين بالكدنيو جايز شباب فرس هاي هنان قلناها الاني ما دارس ماشين اتفشها كدني هاي برفايد واتر حتشينها الفاسكوليكس انتكوريش نبطيها على مود البيشت ميصر عدة شنو يعني تخثرات بالدم زيان جيد اكو اشياء لوجستية فالدعم لوجستية نحتاج يعني مثلا نحتاج فد مكان مناسب يكون تمام فد ستاف مدره بيكون اوكي نحتاج مثلا مثلا نحط البيشت على الترانسبورت ارجمت يعني شنو يعني نحط مثلا اسم المريض على لائحة الترانسبورت رائحة تبديل كلية اذا شكينا احنا شنو احنا هذا البيشت انه بعد ما يفيد الديالسيس اوكي او يعني يريد هو واسسا يريد يبديل كلية ماتة فنقدر نسوي له نحطه على اللسته ونشوف شنو كتير موعدة زيان فالسهيمو الديالسيس شنو ادفانتج مالته يكون افكتف اوات شي فعال تقريبا رح يعيشون اكثر من خمسة وعشرين سنة زين جيد تقريبا يكون هنا اربع الى يعني اربع من سبعة ايام فري فوم تثبت يعني شنو يعني اسبوع مو سبعة ايام اربع ايام هو يعني ما يسوي الديالسيس كلث ايام بالسبوع يسوي له شنو يسوي له غسير به هزين جيد هنا الديالسيس هذا يعني يعني احنا بنقدر نوصف المريض بشكل سهل اوكي زين الدسعة فانتج مالته يكون شنو يكون انه لازم نمنع المنيض عن الفلود والدايت تمام؟ يعني هذول الشباب جماعة الهيمو ديرسيس اللي هو هذي المشين نفسه اللي حتشينا هذول راح نمنعهم عن الاكل تمام؟ فقط شوقت يأكل مثلا وجبات المفضلة مثلا ذا يحب يشتهف اشي يأكل شوقت فقط من يسوي له غسيل هنالك هاي اللحظة سمين جاي يسوي غسيل يقدر يأكل ايش يعجبه بس من يخلص لا لازم نسوي الاستركشن لبعض الاكلات اللي مثلا ممكن يعني تؤدي الى ضرر بالجسم مالته ليش لاني كده ما تشتغل زين جاي طبعا بعد عدنا المريض راح ثلاث ايام بالسبوع وراح يروح يمنسشف على موت يسوي الغسيل فراح ياخذ من عطل مالته اكسيز بروب لمزمرات مثلا واجه مشاكل في ادخال هذه الكثتر اللي هي هاي منها هنطلع الدم ونرجع الدم ونسوي هاي الفسجة فمارات نواجه مشاكل بهاي الاكسيز فلذلك هيتو تحبه واحدة من الانتجمال اوكي كاليفاسكو مستابلتي ممكن يسعدهم مشاكل بالهارت اوكي نحنا جاي نطلع فتكمية شميلة من الدم اوكي من نانا فتكمية شميلة من الدم فهاي ممكن صيفة خلل بالعيونات مثلا الخلل على القلب اوكي تمام ممكن يسعدك في المشاكل بالقلب تمام زين بعد هاي تكريفه عالي هاي على المريض هاي شين معناها انه راح تكون بالمستشفى اوكي يعني راح يحتاج المريض يروح المستشفى بيها فبالتالي شباب هذي راح تكون يعني شوية شون تكون اصعب من البقية هاي البرتوني الديارسيز فكرة شون يحتاج كثرة اشياء يحتاج بيرتوني الممبرين يحتاج بيرتوني ضده فلو يعني الدم يمشي بالبرتونيو بزين بيرتوني الفزرز ويحتاج شون الديارسيز وفي ود نفس الشينا قبل شون هاي الفكرة ربع هذا مو عدي البرتوني الديارسيز هذا هنا نعدي البرتوني الممبرين ركزوية شباب اوكي رجعي يصور ماشي هذا هنا عدي شنو شباب هذه البرتوني الديارسيز وهذا هنا عدي البرتونيوم راح نجيب كثرة ندخلها بالبرتونيوم من طبوب موين بالبرتوني الكافيتي نحطه هنا ونشوفه قبل لهذا هاي خضير انا نحتاج بر entertained هنا هنا ممكن نحتاج برد lists هادي هنا برد فيزر راح يجيبي الدم وهذا هنا فلتريش سيصيكانه نفس فكرة شباب طبعا هاي برد فيزر تكون منها نعا البرتونيو الممبرين الممبرين تمام فنفس الشيان هم عدي برود وهم عدي شنو برتونيوم ممبرين وهم عدي شباب شنو عدي الهذا عدي الهذا فراح هذا الشباب هذا راح يشتغل نفس شنو نفس شغل هادا ماشي نفس شغل شنو هادا اللي حتنا قبل شفو يزين فراح يطلع عن الويستو بوردكت منها راح يجمع عن يبدن شنو يبدن يجمع بهاي الباق اللي هنا نسميناها ادرينجبورك يبدن يجمع عن ويستو بوردكت فشوف حاذا شون صار يعني حاذا شون صار شوف راح يطغير الألونه مناشي لانشينو نانجيا سوي تصفي يا شباب هذا الدم ايجانا ايجانا به يعني خنقول ويستو بوردكت صفينا صارت ويستو بوستو بوستو بهايه هالا الفلود و الدم راح يطلع اللي منا معينة ما بيشينو ما بيشي زين ما بيشي شيع مناشي تمام اوكي رح يكون مصفرة تمام هذا السئل دم اللي صعبي ويستو بودكت رح نطلع هنا عن طريق هذا الكاركتر نفسه وراح يراح في الشي اسمه درينج باك اوكي ها هي فكرة فكرة البرتوني ديرس يسموه ايضا كابت اللي هو كونتينيس امبيرتر البرتوني ديرس كونتينيس لان هاي الحالة تكون مستمرة لكل سا باش يتسويها امبيرتر يعني عادي باش يتسويها يعني بالبيتا اوكي يعني مول المستشفى بيرتوني ديرس صار هنا فلتريشن يطلع مننا شنو يعني الويستو بود تقريبا يقول مئة وعشرين الف شخص بالعالم يستعملون هاي الطريقة تعمل طبعا كادفانتج مال بيرتوني ديرس هو يكون لور تكنولوجي يعني بسيطة فكرة بسيطة ما بي في التكنيك صعبة هوم تكنيك نزيب البيت ايزي لانت نقدر يتعلموه بسرعة على الستاف يسويه بسهولة على المريض او اللاو مابلتي يقدر يتحرك المريض اوكي كارديو فاسكن وستابولتي ما بي مشاكل على القلب هذا لان ما راح ناخذ كمية من الدم نصف فيها بوقت واحد هذا مفيد للألدر يودي ابت باشيطة لان هذان الامرات ما نحصل عندهم هاي الفستوالي نسويه تمام عمود نسويه عن هيمو داس فهاي تفيد نزيم لذا ان فاتجه في الكوات اكسجينج راح الميض كل ساي يعني يعني الشون كل ساي يسوي اوكي محنن الميض قلنا عن طيق هذي شوفو هاي راح تبقى متصله بي وراح يسيدها تمام يفارخها مثلا هاي مثلا كلك لث ساعات مثلا يرجع يترس ويفارخها بعدين فهاي يكون شنو يكون الاسدام اوكي مو Long Term Survivorات احنا قلنا بمجان Things 25 سنة يعيشون هذي Long Term Survivor بس نعم ما بيها Long Term Survivor هنا ممكن اوكي Trètement Failor اوكي شوفوها جيدا طبعا هاي ايطيق البحوث كل هنذان جيدا بيرتوناتس ممكن يصير التهاب بالبرتونيوم من بريلة نحن ندخلنا بين ندخلنا بالبرتونيوم تمام لميتد ديلس دوز لان رينج يعني شنو يعني كمية الدم اللي راح نسوي لها يعني خنقول كلينيك من ويست بوردكت يعني بالجلسة بتكون شنو تكون كمية قليلة ممثل هيمو ديلس اوكي زيان هاي رفينيو كوست احيكون هذا هم تكلفة عالية عن مريض مثل هيمو ديلس ازيان اخر شي يعد لينالتنزباتيش الميض اللي ما فاده كل شي نحاول لينالتنزباتيش طبعا كل البيشتر اللي عدهم CKD او ان ديستيرج لينالدزيز لازم نفكر ممكن سوينه بتنزباتيش ليش؟ لان هذا الميض الشباب يعني حالت راح تكون حياته تكون يعني مأساوية مثلا كلث ايام بالسبوع يروح للغسيل مع الكليا ولازم ينحنون من الاكل يعني حياته كلش سعبه السعر عليهم دولا موضة زيان فهواي منهم اذا حالت رسمح بالعملية نسوي لهم عملية ويبدون كدري مانتزباتيش لكن نسوي لينالتنزباتيش هذا مو الحل الذهبي لا يعني ممكن يصيبه فيه فيلر ممكن اصلا من يلقى كليا عمد البدد اللي زيان فبه هواي مشاكل هاي بس تبقى يعني واحد من الحيول الممتازة بيظهر اللي بيشتعلهم بكون كليا لزيزي فسرينالتنزباتيش المين ناخد كدني سوسمان الكدني مين هي يكون عدنا كدفر وعدنا ليفنج الكدفر يعني واحد متوفي ناخد كليا ماته هذا الاكثر شي دولة الجماعة التبراء العباء اللي هما شنو هو يوصي يقول انا يعني من نموت اخروا عباء اتبراء بيهن للناس اللي يحتاجه نموت يعني يكسب فد يعني يعتبر فد عمل خيري اوكي فاول ما يموت المريض يبدون ياخرون عباء ويتبرعون بيهزيم فهذا هو الكدفر دونر كاتبتكو هنا كدفر دونرز ونون ها تويتينج دونر نفس الفكرة شباب اوكي زين هذا يعني érideنك 때 estimated livingד دونرز هذا النسان الحي تمام؟ بنوعا ياما living religion related ية أما living emotion related living related يعني مثلا خنقول او اقاربة اهلي يعني هذا شنو هذا عدفه耐 Genitech يعني بناتهم اكها خنقول ولاثه اوكي تمام يعني ايشى تكون بالجيناتك سوعة مثلا ابcript اوكي زين هذا Living Related لكن Living Emotion Related يعني هذا يعني متعلق به بشكل عاطفي مثلا نقول صديق تمام هذا يسمى Living Emotion Related Donors مثلا صديق مثلا زوجة هذا ما كفرد جانا تربطهم لكن مثلا او كفرد Emotion جانا تربطهم تمام فإذا هي الديكيزي المتوفين وال Living Donors الآن كدني خدناه هنا راح نعطها شباب شوفوا له هاي الصورة skident vill When asked ب Rhine بالكيف Tour يوجد كيف تقرب من هنا ويوجد ها راح نربط الذي يقوم هو ب Rhine و Phine ب Rhine نب fres يدرى Minster بالكيدني whichyزي وهي صار بها فايلر. احنا عدنا 2 كدني فوق واحدة هنا واحدة هنا. هاي الكدني مثلا احنا نقول هاي صار بها فايلر. هاي يقول لك ما راح نشيل هاي كدني. اوكي. راح نزرع هاي. بس هاي الفوق ما راح نشيل هاي. راح تبقى. فيما عدا هاي الكدني الأصلية راتشانت بها. فإنسان سويتل في السيبسيس. السورس اف انفكشن صارت. لعب. هاي حالا اخرها. لكن اذا ما بها شيء من اخرها زيان. جيد. هاي فكرة نفسها تشوفوها شون رابط الارتر بالاتر والفين بالفين هاي رابط الارتر بالفين. اوكي. ازيان. اسا خيشي شباب شونه. ادفانتج والديزنفانتج مع هاي العملية. ادفانتج مالاتها. انه راح نرجع احنا تقريبا النير نورمال فونكشن. لانا راح نطري كلية جديدة. اوكي. زيان. يبديها كلا براح تموم مثل هذا قبل ابو الدياليس. ازيان. هذا اللاوز موبرت ان رابلتاشن يقدر باشن يتحرك ويمارس حاته طبيعية. تمام. هذا يزيد السورفايفور وعده قود لونك تير مزولت على مدى البعيد. ط الديزنفانتج. يعني الترانزمناتجين بشكل عام يكون تشيبر دان شنو دان الدالس. سواء البلتوني او شنو. او هم الدالس. الديزنفانتج هذا يكون مو يعني مو ممكن كل المرضى. من يقدر نسويه بكل المرضى تمام. زيان. اكو بعض المرضى حالتهم الصحيح متسمح نسويهم عملية زيان. ليم تدرون نصب لأي مرات. من يلقى فات شخص متبرع. اوكي. أوبريتف مربطة واند ملتاتي. يمكن الشخص مثلا خلال عملية يتخربط او ممكن يموت اصلا خلال عملية زيان. لا يفلوك امينو سوبرشن. هذول ما راح يحتاجون مناحة نبطيهم الكدني هاري. عمود ميصير رفض الكدني على عمود الجهاز المناعي ما لما يضمي هاجم الكدية. لازم شنو. لازم نبطي مثبتات المناعة. وهي مشاكلها تعرفوها الكيد من ناحية الانفكشن وانواعها العديد اللي راح يصير زيان. طبعا بيش تستيل ليفت وذي برغرس في كونكيديلزيز. يعني ليش نقلنا نحن كليا مارتة بها كونكيديلزيز ما شناها فقط نقل لازمنا لك كدني جديدة تمام. فهذه هي المشاكل مارتة تمام زيان. فهنا يا شباب خلصت هذه المحاضرة ما لدينا ربليسمي الثرابي. اوكي تفاصيل سطحية اخذنا بهذه المحاضرة لان التفاصيل اكثر راح تاخذوها نشارب المرحلة الرابعة. فيعني فقط اوضح لكم بعض المعلومات المهمة بهذه المحاضرة. فلهنا خلصت المحاضرة. فاتمنى اذا اتمنى افتهمتوا المحاضرة ووضعتكم اي مشكلة او السوقات كلما تواصلوا ايانا. نشوفكم اشارة فيديوهات قادمة وشانوا لكم اشتركوا في القناة.